البواسير هي مجموعة من الأوعية المرتبطة ببعضها البعض وتتوضع في أسفل المستقيم وفي أعلى الفتحة الشرجية وهذه الأوعية متشابكة بشبكة غنية بالدم وهي موجودة بشكل طبيعي عند الإنسان ولها وظيفة أنها تعمل عمل الصمام الذي يساعد في منع خروج الغازات وخروج البراز من الشرج خارج أوقات التبرز أو إخراج الغازات المشكلة تصبح البواسير مرض عندما تتوسع هذه الأوعية الدموية وتأخذ حجم كبير وعندها تصاب الدورة الدموية فيها بالبطء وتبتدأ في ظهور الأعراض ويمكن أن تتدلى هذه البواسير تدريجيا لتصبح خارجية وتزعج المريض نعم دكتور طب دكتور إذا بدنا نحكي عن الأعراض يا ترى شو هي الأعراض المصاحبة للبواسير البواسير يمكن أن تكون موجودة وبدون أعراض نعم طبعا من المعروف أنه تقريبا 50% من الناس لديهم بواسير وهؤلاء 50% من البشر لا نحتاج لعلاجهم طالما أنه لا توجد أعراض أعراض البواسير مختلفة يمكن أن تظهر بنزيف دموي دون وجود أي شيء في فتحة الشرج يلاحظه الإنسان ويكون هذا النزيف الدموي أثناء التبرز ويكون لونه أحمر قاني وهذه تترافق عادة مع البواسير الداخلية يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى مثل حدوث تورمات في فتحة الشرج يشعر بها المريض خاصة تزداد حجمه أثناء التبرز نعم وأما أن تعود من نفسها أو أن المريض يقوم بدفعها إلى داخل فتحة الشرج نعم هذا العرض الثاني الشائع من الأعراض الأخرى وجود حكة في المنطقة أو أفرازات غير طبيعية نتيجة وجود البواسير للخارج وعدم القيام بعملها لأن تبتدئ الغشاء المخاطي الموجود في أسفل الشرج أو في أعلى المستقيم بالخروج للخارج نعم وهو يفرز مواد مخاطية فيشعر المريض بهذه الإفرازات المزعجة نعم العرض اللي نجده أيضا من الأعراض الشائعة هي الهجم الحادي للبواسير عندما يشعر المريض بتورم وألم شديد في منطقة الشرج ولا يستطيع الجلوس ولا يستطيع الحركة نعم وهذه حالة حادة تستدعي مراجعة الطبيب ويأتينا للمريض عادة ويطلب ويترجى إجراء أي شيء ممكن لتخليصه من هذه الألم نعم هذا دليل دكتور على أنه كثير بيصبروا على حاله ومفروض العلاج والتشخيص قبل ما تتفاقم المشكلة يمكن يعني طبعا البواسير مثلها مثل بقية الأعراض أي شيء علاجه في البداية يكون أسهل ونحن البواسير يمكن أن تظهر وتمتد أعراضها لمدة سنوات وتبتدأ ببواسير بسيطة ونسميها بواسير درجة أولى نعم عندما تكون هذه الأوعية المتمددة موجودة في أسفل المستقيم ولا تظهر للخارج أما البواسير عندما تصبح في الدرجة الثانية فيشعر المريض بأن هناك نتوء من فتحة الشرج أثناء التبرز وعندما ينتهي من عملية التغوط تدخل هذه النتوءات للداخل من نفسها نعم أما البواسير الدرجة الثالثة فهي عندما يضطر المريض لإدخال هذه النتوءات بعد انتهاء التغوط بإصبعه لداخل فتحة الشرج أما المرحلة الرابعة وهي المرحلة المتقدمة عندما تبقى البواسير في الخارج على طول تثبت خارج فتحة الشرج وهي مرحلة متقدمة وعندها تكون إمكانيات العلاج محدودة في هذه المرحلة نعم طيب دكتور كيف تم التشخيص للعلاج البواسير؟ المريض اللي عنده بعض الثقافة العامة أو الثقافة الطبية يستطيع أن يشخص نفسه وكثير من المرضى الآن يقومون بدور الطبيب يشخص نفسه يأتيني المريض يقول أنا عندي بواسير والآخر يشخص نفسه عنده شرخ والثالث يقول عنده دمل ولكن التشخيص الدقيق يتم بواسطة الطبيب المتخصص لأن أمراض الشرج كلها أعراضها تشبه بعضها البعض ومن الخطر الأطمئنان إلى بعض الأعراض لأن هناك أعراض تدل على أمراض تانية أخطر وتستدعي تدخل أكبر لذلك نطلب من المريض الذي يعاني من أي أعراض في فتحة الشرج مراجعة الطبيب المتخصص لأن هناك أمراض مثل الأورام الخبيثة في أسفل المستقيم التي يمكن أن تتظاهر أيضا بنزف دموي مع التبرز ويطمئن المريض إلى أن هذه بواسير ويبقى يتناول المراهم والتحاميل والعلاجات الموضعية بينما المرض هو سرطان في المستقيم وعندما يراجع المريض بعد فشل علاجاته الخاصة به أو الموصوفة من قبل صيدلاني يأتينا في مرحلة متقدمة جدا ويكون العلاج صعب دكتور يمكن في كثير من المرضى يخشوا الكشف عند الطبيب يمكن لبعض الحرج بحكم وجود البواسير بمناطق محرجة عند بعض الناس يمكن أكثر من بينحرج أكثر يمكن هنا البنات أكثر من الشباب مظبوط ولا لا يعني المنطقة هذه عدم مراجعة المريض للطبيب لأكثر من سبب أحد الأسباب هو الحياء وعدم الكشف على العورة عن طبيب خاصة إذا لم تتوفر طبيبة جراحة امرأة الحرج الحياء الخوف من الألم وهناك في سبب آخر هو محاولة استبعاد فكرة لزوم الجراحة أو لزوم العلاج يعني المريض يؤجل الكشف ليس فقط من الحياء وإنما هربا من العملية الجراحية التي أخذ الطابع سيئة وسمعة سيئة في علاج البواسير يعني أسباب مشتركة تمنع المريض من الحضور للفحص عند الطبيب طيب دكتور خلينا نحكي عن الأسباب والعوامل التي ممكن أن تؤدي لظهور البواسير يمكن مثل ما بنسمع دايما أنه الأكل أكبر سبب من أو من أهم الأسباب لتكاون البواسير صح؟ البواسير يعني منلاحظ البواسير أنه منتشرة في العالم كله الأسباب تصنيفها أهميتها هي أولاً الإمساك الإمساك هو أهم سبب في حدوث البواسير الإمساك يجعل الضغط داخل المستقيم والكلون مرتفع نتيجة وجود براز وبراز قاسي وهذا يعرقل حركة دوران الدم فتنتفخ الأوردة والشرايين الباسورية التي تكلمنا عنها الشبكة الوعائية في البواسير تنتفخ وهذا يساعد في كبر حجمها وظهور البواسير هناك أسباب أخرى هي ارتفاع الضغط داخل البطن الحمل المتكرر الضغط أثناء الولادة هذا يؤهب للبواسير الطعام له تأثير إذا كان يسبب ممساك الأسباب الأخرى كمان هي قلة الحركة والحياة الكسولة والخمولة نحن نجد أن الناس الذين عملهم في حركة ونشاط يصابوا بالبواسير أقل من غيرهم أما الناس الذين جالسون على المكاتب لفترات طويلة أو سائقي السيارات الذين لا يتحركوا هذين يصابوا بأكثر من غيرهم إضافة لذلك هناك عامل ورافي يعني نجد أن عائلات معظم أفرادها يصابوا بالبواسير وعائلات لا يشكوا من البواسير فكل هذه العوامل المجتمعية هي من أسباب حصول البواسير يعني الوراثي كمان إلى دور كبير بالبواسير دكتور أكيد إحنا رح نكمل إحنا وإياك حلقتنا لليوم بس رح نطلع لفاصل نرجع نكمل إحنا وحضرتك شكرا